يعني الله موجود قبل الوجود نعم الله يتكلم مش ابتدى يتكلم بعد ما خلق الملائكة أو خلق آدم ولكن الله ناطق حتى قبل الوجود فكيف نفسر هذا؟ لو كان الله واحد وحدة مجردة وحدانية مطلقة لا يوجد فيه أقانيم لكان الله في الأذل في حالة من الثمت المطبق وبعد ما خلق الكون وخلق الإنسان ابتدى يتكلم معاه وده يبقى حصل تغيير فالله لم يكن ناطق لم يكن متكلم وأصبح متكلمة هذا لا نقر به في مسيحياتنا نعلن أن الله واحد نعم أنت تؤمن أن الله واحد حسنا تفعل لكن هذه الوحدانية وحدانية جامعة فنحن نؤمن بأن الله الواحد في جوهره ثلوث في أقانيمه ولأنه ثلوث في أقانيمه فبين أقانيم اللهوت الثلاث المحبة والمشورات منذ الأذل والحوار المتبادل منذ الأذل فنعلم عن مقاصد الله الأذلية ونعلم عن مشورات الأذل فالآب والابن والروح القدس كان بينهم ومذال من الأذل وإلى الأبد المحبة والتكلم وبالتالي لم يتغير الله في طبيعته لأن الله لابد أن يكون منذحاً أن يتغيير ليس فيه تغييره إلى ذل دوره وأنت بتتكلم تذكرت الآية في بشارة يحنى الإصحاح الثامن الرب يسوع قال أنا من البدء أكلمكم نعم يعني كان بيتكلم حتى قبل ما يتكلم يعني أو يتكلم عنه في هذا الإصحاح